استاجر أبي شقة لمدة سنتين وقد صرفنا عليها مالا لتجديد بعض الأشياء وقد عمنا ويفكر في فسخ العقد لوجود مصلحة الله فهل يجوز التراضي معه على مبلغ أكبر مما صرفنا مقابل فسخ العقد تعودا عن المال العقد بالتراضي هنا ما فيش قرض هي مسألة أن أنت أعملت خدمة معينة في الشقة وطورتها وتريد أن تبيع هذه الخدمة وهذا التطويق للمالج وقد تكون فعلا أسعار المواد الخام زادت وقد تكون وده بيحدث ونحن نراه بأعيننا ما كان يتكلف عشرة ألاف في الماضي الآن بيتكلف عشرين وثلاثين وهو أربعين فهي مسألة ما ردها إلى التراضي وأرجو أن لا حرج إن شاء الله